بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله استكمل عرض ونتكلم على dimension code بقول ان انا عايز اعرف اقرأ ما هي الارقام والرموز الموجودة امام عشان نعمل عملية البرجرامنج او عملية البرجرامنج بصورة عامة لابد ان انا اعرف قراءة ثريد سواء ان كان هو اكسترنال سواء ما هو موجود قدامي او انترن لو جينا نشوف الاكسترنال ثريد فانا رأي مجموعة من الرموز والارقام موجودة لو جيت على الرقم الثريد اللي قدامنا الابعاد بالانش فاول حاجة تبلي one inch it means the nominal diameter of the ثريد وبعدين eight هو عبارة عن number of ثريد per inch بدي عدد السنان اللي موجودة في الانش الواحدة بعد كده بيقول unc ده نوع ثريد ثريد system بعد كده على رقم اتنين ده ايه هو cross of ثريد fit a بتاعني اذا كان الثريد اللي انا شغال عليه هو external او b اذا كان internal lh it means left hand thread default اللي بيكون موجود عنه right hand فمتبقاش مكتوبة انما لو انا عايز اعمل left hand thread لازم هتلاقي lh موجودة تعال نشوف internal thread هاجد عندي one one and half inch ده عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا اللي هو nominal diameter ما فيش اي تغيير الانترنال ذا الاكسترنال لهذا رقم ستة بس هنشوف ان هنا فيه رقمين فيها حكتين اضافة وعندين هما سبعة وثمانية طيب 18 هي number of thread per inch طيب نشوف هنا تغير UNIF unif extra fine اللي هي عبارة عن thread system وبعدين الثلاثة اللي هي class of thread feet وبعدين الب اللي هي ان انا عندي هنه internal thread هنا كانت ايه؟ هنا اصبحت بي لان انا عندي internal thread ال H يبقى معناها ان انا left hand اذا لم تذكر يبقى انت اعرف ان انت شغال على right hand thread اللي هي ال LH اللي هي Left Hand Thread اللي هي Direction of Thread Right Hand اللي هو Default Left Hand اللي هو LH بيبقى مكتوب لو انا هعمل Left Hand وبعدين بعد كدب اللي هي Tap One Inch Deep Drill هاي بأخد بالك ان انا عندي هنا ال Thread طبعا نحن التاب اللي بنعمل بها Thread من هنا لهاد هنا ده قدي ايه One Inch خلاص اما الهول نفسه One and Quarter Inch Deep خلاص العمق طب ليه لان انا مش معقولة هعمل Thread لاخر الهول وده ان شاء الله هنعرفه في المقاطع القادمة ليه ما بمشيش الهول الاخر لان عشان Threads ما تجيش في البطن بتاع الهول ويحصل تصادم ما بين ثريب اكده ايه انا عملت دامج للأسنان بتاعه Threads تعال نشوف ايه ال UNC و ال UNF بيقول ايه Thread Series بيقول ايه ثريد سيريز in American National and Unified Screw Thread System وهم ايه بادي ا كورس يبقى عشان كده ادي سيبتات كورس و بعدين Find Unified Fine و بعدين Special UNS يعني شو هتلاقي دائما الحرف الاخير او الحرف الاخير اللي هما اللي بيعبروا او E Extra Fine و بعدين UNF Special يبقى Pipe Thread in Pipe Pipe Thread بيتي